ايه مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل أسبوع في نفس المعاد دنيا الكتب فيها كل حاجة بتمس حياتنا كل حاجة ممكن نكون بنفكر فيها عندنا إجابة في الكتب لكل سؤال ممكن نسأله حقيقي فعلاً الكتاب وانا سايما بنقوله بتلاقي معاه حياة مختلفة حياة جديدة ويمكن على مدار حلقاتنا الحقيقة اللي فاتت كلها اتكلمنا عن أنواع كتيرة من الكتب عرفنا منها معلومات كتير اتكلمنا عن موضوعات مختلفة سواء تاريخية نفسية تربوية النهاردة في حلقتنا هنروح لنوع محبوب جداً ومفضل جداً عنده قراء كتير جداً والحقيقة أنا منهم الحقيقة إنه فيه ناس بتمقى دايماً بتدور على إزاي تحسن حياتها إزاي يديروا أفكارهم إزاي يوظفوا مشاعرهم بطريقة مظبوطة ومعتدلة إزاي ينظموا وقتهم ويعرفوا النجاح في حياتهم من وجهة نظرهم إحنا النهاردة هنتكلم عن كتب التنمية البشرية هنعرف يعني إيه تنمية البشرية إحنا بنسمع كتير الكلمة دي هنعرف يعني إيه نستفيد منها هنعرف إزاي ممكن نختار الكتب اللي بجد نقدر نتعلم منها حاجة جديدة في حياتنا ويعني إيه نرجع للتنمية البشرية كل ده هنعرفه من ضيفي اللي هنوارنا النهاردة دكتور أحمد قدوس استشاري التدريب والتطوير الذاتي وهو كمان ليه عدد كبير الحقيقة من الكتب في التنمية البشرية زي حياة بلدغوط مهارات التواصل السبعة وغيرها وغيرها من الكتب